الإبداع النسوي في المجالات التقافية الأمازيغية شكل موضوع لقاء دراسي احتضنه المعهد الملكي للتقافة الأمازيغية بالرباط بحضور تلة من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن هذا اللقاء المنظم على مدى يومين والذي تميزت جلسته لافتتاحية بتكريم كل من مصاممة الزي الأمازيغي فتيح الشيخ والصانع التقليدية حبيب الهو والفنان رقية دمسيرية يروم التعرف بخبرة وإبداع النساء الأمازيغيات وتسليط الضوء على تقنيات عملهن العريقة ويهدف اللقاء إلى التأكيد على أن الإبداع النسوي الأمازيغي لا ينحصر في مجال واحد كصنع الزراب على سبيل المثال بل يشمل حقولا متنوعة كالموسيقى وصناعة الفخار وغيرها يشار إلى أن المشاركين في هذا اللقاء سيتدرسون العديد من المواضيع منها على الخصوص لإنتاجات الأدبية والنسيجة ألوان وصور وتعبيرات فنية